اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصلت لمرمى المنافس وارتدت من القائم لجسد الحارس ودخلت المرمى بيخوت كايزر تشيفز مبارياته على ملعب البنكي الوطني بمدينة جوانسبرج واللي بيسعى لأكتر من 94 ألف مشجع وهو تالت أكبر ملعب من حيث المقاعد في القارة بيعتبر نادي كايزر تشيفز هو صاحب القاعدة الجماهيرية الأكبر في جنوب أفريقيا وبيمتلك جماهير من أكتر من دولة مجورة زي نميبيا وموزنبيق وزمبابوي حقق كايزر تشيفز الدولي الجنوب أفريقي الممتاز اللي تم اعتماده رسميا من موسم 96-97 أربع مرات أخرها موسم 2014-2015 والوصافة في خمس مواسم وتسع ألقاب قبل اعتماده كمان حقق كاس جنوب أفريقيا 13 مرة وبنفس الرصيد حقق بطولة كاس جنوب أفريقيا للسمانية الكبار وعلى المستوى القري حقق بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في عام 2001 وبلغ نهاء دوري الأبطال المرة الأولى في تاريخه بالنسخة الجارية احتل كايزر تشيفز المركز الثامن في آخر نسخة للدوري الجنوب أفريقي برصيد 36 نقطة من 8 انتصارات و12 تعادل و10 هزائن رجينا على حضراتكم تاني وأكيد وإحنا بنتكلم على المباريات الخاصة بالأندية المصرية ولو كان طبعا التقرير عن كايزر تشيفز وملاقات الأهلي بكايزر تشيفز في يوم الأيام في السوبر الأفريقي الاستعداد للنادي الأهلي أعتقد أنه هو على قدم وصاق من دلوقتي وبعد المباراة ونهاية مباراة الترجم بارح الأمور بالنسبة ليه النادي الأهلي على قدم وصاق وطبعا هيتخلله مباراة الدوري إن شاء الله ما يبقاش فيه أي إصابات في الفتر الجاية بالنسبة لعبة النادي الأهلي بحيث أن هم يخشوا هذه المباراة مباراة النهائية وهم كاملين العدد إن شاء الله بأمر لا ما يبقاش فيه أي مشاكل بتواجه النادي الأهلي في الفترة القدم هنتكلم على مباراة الترجم بارح هنتكلم على مباراة كايزر تشيفز إن شاء الله في المباراة النهائية هنتكلم أيضا على بيرامنز النهاردة وخروجه من الكونفودر كبات المصر وكبات النادي الأهلي الصابقين وكابتن طبعا واحد منهم كابتن محمد صديق دعف فيه الأهلي وزمائك وبالتالي عندئة قبيرة كانوا متواجدين فيها الكبات الكبار سكذا قلب فيه كابتن محمد صديق نجم النادي الأهلي ونجم النادي الزمالك الصابق أهلا بك يا روكم باركية الحمد لله أخويا حبيبي طبعا ربنا خليك أروق حبيبي كابتن أحمد أمسلم نجم النادي القالي السابق ونجم من النجوم طبعا اللي شرفونا في الاحتراف الخاليجي في الدورات الأوروبية كابتن أحمد برحب به إذا كاروق أعمل إيه مبسوط إلا أنا معك ومحمد أمسلم طبعا حبيبي يعني حبيبي أمسلم طبعا نسينا نقول لنا يعني كابتن أحمد أمسلم المدرب العام لفريق بيترو جيت اللي بيقدمه يعني أداء رائع من ساعتنا طبعا كابتن ربيع سين وهو متواجدين في الإدارة الفنية كل التوفيق دي وإن شاء الله في الفتر جاي طبعا أنتم ماشيين سادس كابتن أمسلم آه سادس الفتر فاتت كان فيه كنا بالنافس يعني المشكلة إحنا خدنا فريق من كابتن أعلى العب علي كان التالت من تحت في الجدول الحمد لله مشينا بشكل كويس مع كابتن ربيع سين شغل التالي شغل بشكل كويس جدا لداء تطور بشكل كبير الحمد لله وصلنا لقبل نهاية قبل نهاية في كاس مصر لسه السنة الأهلية والحد الثاني اللي هو مشترك من طرف الأهل أو أمبي اللي يبقى موجود فدي طبعا أول مرة تحصل في تاريخ نادي بترجيت اللي هي توصل قبل نهاية في كاس مصر الأداء تطور بشكل كبير مع كابتن ربيع طبعا نشغل معها بشكل كبير جدا الحمد لله يعني أنا مبسوط جدا عن مستوى الشخص يشغل معها كابتن ربيع والفترة اللي فاتت بس أسرت معنا اللي إحنا كان مطشين اللي هم كانت تلع فاروق نلعب جمعة واثنين فدي صعبة جدا في الدرجة التالية دي فرقت معاكم في مطشين تقريبا طبعا نحن خسرنا خالي بدك إحنا كاسبانين من أصل المطش اللي فات إحنا كاسبانين فاروق الفرق اللي هي بتصرع يعني بتنفس على الصعود يعني إنت كاسبان مثلا قناة ثلاثة واحد فرقة كبيرة جدا بتنفس على الصعود إنت بعدتها بتلعب اللعب اللي بورتو اللي هي أول متصدرة من أول أسابيع الدوري الدوري إن مرة واحد على طول إنت متصدر وكاسبان على ملعابة واحد سفر إنت اتغلبت من فرقتين محترام اللي صغيرين اللي هو يقولنا الإجهاد عنصر والإجهاد والضغط وإنت عارف إن إحنا مبدأش فارقة الإعداد مع اللعبها ديت فكان الإجهاد عامل بشغل كبير جدا وإنت عارف فترة الإعداد لازم تبقى أعمل حد أقصى وطولت الأجل وحاجات مندي فإنت خدت الفرقة إنت مخترتهش فهي دي اللي أصرت معانش حتى اتغلبنا مع جمهوريت شبين فرقة بتصرع الهبوط والماتش الثاني من نادي الزرقة فإنت عارف فرق لسه في الكرة برضك لسه مش قوية اللي إنت مستنيها لكن أنتم موجودين إن شاء الله كان الممكن بنسبلكو صعبة تحسنوا في حاجة كويسة الحمد لله إحنا لاتت 4640 بنت لاتت البترجيت على فكرة ما أنا عارف أعمل فكرة البترجيت إن هو الأول مرة بيوصل للمباراة قبل النهاي لأ بترجيت كان في الدور الممتاز أهي بس كاس مصر كاس مصر أنا معاك أنا معاك كتيبة فاروق بترجيت في الدور العام جاب أماكن قويسة جدا في المربع الزهبي التحت قصدي والحاجات دي كلها بطول أفريقيا كونفدرالية بس إحنا بنتكلم في كاس مصر ما وصلش لقبل النهاي فهي دي النقطة اللي إحنا بنتكلم صحيح كل التوفيير إيكو كانت ممثلاً كانت ربيع سين طبعاً كل المسؤولين في النادي بترجيت فينك أصديق موجودة نجد موجود الحمد لله موجود إن شاء الله تبقى لأ أنا موجود مهم إن إحنا نشوفك في مصر أنا عارف أنت على طول بتسافر بره بزبط وجودك في مصر بفكرة أنا عارف أنت مدرب كويس جدا الحمد لله لكن إن شاء الله الفترة الجاية تبقى متواجد بشكل أفضل إن شاء الله والله الفترة اللي فاتت يمكن حصل اتصارات يعني من بعض الأندية بس للأسف إمكانيات المادية وإنت عارف الممتاز به تشوف مشاكله كتير جدا ومسلم عارف فما كانش ينفعل لنا الواحد يغامر في الفترة دي يعني بس اللي جاي أحسن إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله كل التوفيق ليك كابتن صديق خلينا أبتدي معك أبتدي بصديق مباراة بيرامدز والرجاء وخروج بيرامدز بالرغم التعادل السلبي 00 اللي كان غير متواقع يعني كنا قلنا إن بيرامدز فرت هنا في المباراة بتاعته هنا في القاهرة حيروح هناك هيقابل خصم قوي جدا هو الرجاء متمرس جدا في البطولات الأفريقية الوضع هيبقى صعب لكن بيرامدز راح عمل مباراة جيدة تكتيكيا اشتغل بشكل جيد خرج المباراة بنفس النتيجة ولكن ضربات الترجيح أو راقلات الترجيح ما نهاش مخيصة كابتن ثلاث مرات كان ممكن إيه يعني هي جادل ثلاث مرات بالضبط ممكن إحنا كنت قاعدت هنا في الستوديو فإنا المتابعين كان من أعادات جادل ثلاث مرات فاروق ففكرة النهاردة خروج بيرامدز من البطولة أولا رأيك إيه ثانيا هل في قرار ممكن تتاخد بخروج بيرامدز بالنسبة ليه الجاز الفني؟ بص أقولك حاجة يعني هما يعني أنا أتصور أن هما ممكن يكونوا كانوا مستنين بطولة أفريقيا ومنتظرين نتائج إيه اللي يحصل في بطولة أفريقيا لأن الراجل أصلا يعني اسمه أروبري ماشي في الدوري المحلي ماشي وحش جدا يعني إنتاجه مش كويسة ممكن عشان في بعض المشارات مؤجلة ومستني إنه هو يلعب لكن هو أصلا على المستوى يعني مغلوب آخر المباراة الهاتة صفر أبو مسلم من سموحة ماشي يعني أنا رايح ألعب قبل النهاية أفريقيا المفروض لأنا بوصل للتوب بتاعي في البطولة صحيح إنه هو يوصل قبل النهاية يعني هما وصلوا السنة اللي فاتت نهاية هنقول لي مفيش خبرات لا يعني الفرقة الوحيدة اللي في الدوري المصري ويمكن أكتر من نادر أهلي كمان والزمالك عندهم عندها خبرات كل الفرقة أنت بتتكلم على مثلا على بيرامس عنده شوفي الكرامي عنده رمضان عنده أحمد فتحي أمر جابر صحيح أنت بتكلم فروق عنده لعيبة كتيرة عندها خبرات حتى اللعيبة الاحتياطية حتى اللعيبة الوحيدة يعني مش هنقول مثلا إيه إن اللعيبة ما عندهش خبرات هو قبل لا انت عندك خبرات جابل لعيبة كبيرة ولعيبة مهمة في الكرة مصرية ولعيبة قدت للمنتخب والنادي الأهلي والنادي الزمالك حتى علي قبر اللي بمتواجد دايما الفتر يعني هو عنده عنده خبرات كبيرة وصل نهاية أفريقية يعني يعني ما عندكش طب انت شوفي السر كابتن صديق يعني أنا دوقتي عندي اللعيبة دي بص أقولك حاجة لا مش عارف اعمل عملية الربط ان انا اطلع بهم كفريق يبقى فريق قوي بيكسب فرق لان اما تيجي تبص كل اسم يعني اسم زي ما انت بتقول كده ايه ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل للفريق ده يعني انا مش عارف ايه اللي بيحصل جوه الفريق لكن انا اكلمك من ناحية الفنية اللي انا شايفه الراجل طالما اوصل لقابل النهاية يمكن انا بسمع ان في ضغوط على المدرب ان في بعض العيبة لازم يكون متوجدين في الملعب فانا بسمع كده ما اعرفش ده حقيق او مش حقيق مش لازم كل ما يقال صحيح يا اه طبعا ولكن انا المطش الاولاني بلعب بابراهيم الناس اللي قدام بلعب بابراهيم عادي وعبدالله سعيد ورمضان الصبح مفيش مهاجم صريح بلعب المطش اللي فتح ابو مسلم ها دي اثرت كدهير جدا معاك حق وانا قلت وبعدين وادي يعني وادي لما نزل الشوت التاني في الاخر ابتدى بيرمز ان هو يروح للجون يمكن اخر عشرة داي رمضان مضيع عبدالله سعيد ضيع كورة يعني مضيعش ابراهيم عادل ضيع فطبعا يعني وسط للجون هو لعب النهاردة بنفس الشكل بنفس الشكل بنفس الشكل هو عايز يكسب يعني مقبول بالظبط مقبول ان انا ارعب مطش الرجاء في المغرب بتوازن دفاعي بتوازن في التشكيل من غير باس حربة مفيش مشكلة فممكن اعمل كده لكن في المصر اللي في القاهرة كان لازم يبدأ بمهاجم لان انت عارف الجون في القاهرة كان يفرج كتير جدا معاك لكن انا اوصل لضربات الجزاء ماشي حاجة كويسة لان اوصل لضربات الجزاء ولكن برضو ضربات الجزاء شوفنا برضو ان هي تجيلك ثلاث مرات اول مرة انت تاخد توصل للنهائي اخفقت محمد فاروق داخل اخفقت اللي بقى فالموضوع في حاجة غريبة بس في نهاية الامر يعني هم يعني عملوا تارجت كويسة لان فاتت وسن نهاية افريقيا السنة دي قبل النهاية بس برضو مش يعني هم مصرفوش الفلوس دي كلها فاروق او نادي بيرومدز كان عنده الطموح وعنده الكبرياء ان هو يوصل ويدفع المبالغ دي كلها ان هو عشان يوصل وعلى امل ان الثاني سنة تبقى بقى تحصل الهدف من الهدف ما هو الهدف ده ما ينفعش لانا يكون مقطع يا فاروق يعني انا لازم فريق زي بيرومدز لازم منتهى القوة بقى دي زي ما ادى في اول سنة في الدور المصري ووصل كان بنافس لاخر وقت اخر مطشو اخر مطشو اخر مطشو اه هو ده المفروض ان انا وصل للفرما دي شخصية الفريق شخصية البطل لازم تبقى متواجد على طول ما ينفعش لانا افريقيا ماشي كويس او ماشي بالزق وبعد كده اجي في الدوري اتغلب بالتلاتة والاربعة طيب كابتان الحمام السلام برضو رأيك في المباراة لو انت شايفها في الجزء الفاني واحنا بكلمنا ان نفس التشكيلة او الطريقة اللي لعب بيها اروى بارينا في القاهرة هو اللي لعب بيه في هنا في في المغرب وبالتالي الامور بالنسبة لأروى بارينا يعني ما قدمش جديد في المطش التاني يعني انت هو هو نفس التشكيلة لو كان احرز هدف كانت الامور هتفرق معا رأيك في المطش ورأيك برضو في فكرة عدم وصوله للمباراة النهائية بص يا فاروق وفي مشكلة كبيرة جدا اللي بينا نتكلم واللخص المجمل الكلام اللي كنا نتكلم مع صديق او احنا كنا نتكلم فيه بيرمز الامكانات المادية والفنية والمعنوية الموجودة والامكانات الموجودة في النادي كرئيس النادي كعقود او لعيبة موجودة في الدوري بيمقصهم مدير فني احنا جئنا بتكلم موضوع ده مش مستنادي خلي بالك يا فاروق من السنة الفاتت السنة الفاتت وصلوا بالامكانات دي كلها والاقود دي كلها والنجوم الموجودة انت خلي بالك وش نادي ووليد انت عندك لعيبة لعبة في الاهل ولعبة في الزمالك عندك عناصر مميزة عندك علي جابر اللعبة في الزمالك ومنتخب قوام اساسي موجود حتى الشناوي موجود عندك عمر جابر عندك عبدالله صعيد عندك دونجة فانت مش بتكلم نادي لسه العيبة ما عندهش خبرات العيبة موجودة بس انت عندك نقص مدير فني اللي خسر بيراميز السنة اللي فاتت برضك قدام نهضة بركان المدير الفني اللي هو برضه غير في التشكيل وعمل الشكل التشكيل بتاعه بوز الدنيا انت فهم يا فاروق ازاي فانا بنتكلم في نقطة معينة بيراميز لازم مدير فني قوي خلي بالك لو العنصر الإداري مش مشغل السيستم مشغل بشكل كويس هيبع عندك خلل في الجزء الفني هيبع عندك خلل في شكل كبير جدا وشوفنا تصريحات الفتر الفاتي تبقى لك كيف مشاكل في بيراميز اللعيبة مع المدير الفني انا عايز اكمل معاك النقطة دي وكبتان ومسلم جزء الخلل الإداري وهل يعني هل بيراميز معدوش جماهير وبالتالي مفيش اي ضغط ممكن يبقى موجود على قداره ولا موجود على العيب عشان يكملوا في النقطة اللي هو ما بدأ قوم اللي كان عليك بتنصديه في بداية وجودهم اللي هو التفوق في الدور الممتاز وكان منافسة قوية انت عايز تشتغل وعندك هدف معين حتى الان انت مش عارف سحابه وبرغم ان انت بتدفع فلوس كتير عايز كلمك على جزء الإداري ده والتغيير برضو كان في جزء إداري كان كتير على فكرة مع المدربين وده برضو مؤثر بشكل كبير بس عايزك ترد على الجزء دي فاصل هنطلع له وترجع تجاوبني على النقطة دي مكملين مع عكبات المصر فلوس كتير مكملين مع حضراتكم كابتن محمد صديقي كابتن عبد ومسلم كانت سؤالي قبل الفاصل لكابتن عبد ومسلم هل في وجود خلل إداري هو اللي كان في الفترة الفاتت ومازال مستمر هو اللي عامل كده فيه فريق بيرامد وبالتالي البعض كان بيقول لا المدرب البعض كان بيقول اللعبين مشكلة فين بالزبط كتن عبد ومسلم بص يا فروق المنظومة كلها متكاملة لازم كلها متعلقة بعدها العنصر الإداري بالفني بالمدير الفني بس العنصر الأكوال اللي هو مسيطر على الفرقة هو المدير الفني ما احترام البرامس السعر أو الأسعار اللي احنا شايفنا مع الإمكانيات النادي تجيب له يعني مدربين مدير الفني على أعلى من كده انت شايف المدير الفني حتى اللي هو ما جايين لا الموضوع مختلف تماما الشخصية بتاعت حتى بتاعت النادي مختلفة تماما القوة بتاعت اللعيبة عندك عندك أسماء كبيرة نصهم بلعب كان بلعب منتخب مصر ولعيبة كبيرة عندها الخبرات فإحنا بنتكلم عن عنصر الإداري لا عنصر الإداري مش متواجد بالشكل كبير احنا شايفين فيه خلل شايفين فيه خصمات بتحصل فيه لعيبة بتتكلم الفترة اللي فاتت بتقول فيه مشاكل كبير شايفنا حارس المرمو المهدي سليمان بيتكلم مش عاجبه الكلام اللي كان بيحصل حصل وعندك السيرت باك التاني اللي هو باكري باكري نفس الكلام فإنت شايف العنصر ده كله مش متواجد يعني عنصر السيطرة عن النجوم بقى الموضوع صعب شوية ده العنصر الإداري بنتكلم عليه طبعا فيه مفروض بقى فيه كبات ان الفرقة موجودة بتقدر تلمي بشكل مميز الفرقة الموجودة ده عنصر مش متواجد خالص زي ما شايفينه العنصر الأخير المدير الفني وانا معلاش انا بطفع الإمكانيات دي كله ما مفعش اجيب مدير فني ضعيف فنية يعني لازم حتى المطش اللي هنا تغيران كلنا شفنا ببيرامدس على مدار السنين اللي فاتت بما فيهم حتى أربرينة يعني سيفي بتاعوا كانوا بيجيبوا سيفي لمداربين محترمين لكن هي الفكرة نجاحهم بشكل كبير مع الفريق ما بيديش في بعض يقولك ايه او يقولك انا اروح اجيب اسامي كبيرة اه هو ده جماعة أروه برين اجيب اسامي كبيرة واجيب بالنسبة سواء اللعبين او مدربين يعني اللي هو بما معناه انا ما عنديش فترة طويلة في التواجد في الدوري فالاسامي الكبيرة دي والمدربين الكبار دول يخلوني سريعا اتأقلم واخش في جو المنافسة ده ممكن يكون فكر طب فكر مهما كنت دفعت حلو اوي انا اجيب مدير فني فنان كويس وقوي ولا اجيب من درب ضعيف الشخصية ما هو بوس بقى هي بقى ضعيف الشخصية دي انا ما عرفهش صراحة لازم وانا تاني حاجة يا فاروق انت لما اجيب مدير فني وانا معاه المبلغ اقدر اجيب مدير فني محترم اقدر اكون عارف شخصيته ايه اعرف اتعامل معاه ايه اقول له التارجد بتاعي مثلا زي ما في اوروبا كنا موجودين او ما كنت موجود في فرنسا يقول له السنة انا عايز اقعد السنة دي من اول ترتيبة يبقى من خامس للحد التامن فكل واحد بيعمل تارجد اتا ما يفعش يكون عندك الميكانيات والميزانية دي كلها والاسعار اللي احنا شايفينها دي كلها واللعيبة متواجدة وفي الاخر كل سنة على نكون فدرالية اخسر عشان في حاجات فنية احنا في انت غيرات هنا في مصر طب البعض يقول لك يعني بغض النظر بقى عن الفلوس يا كابتن صديق كابتن ممثل كويس اول نادي بقى له ثلاث سنين وبيوصل للدور قبل النهائي والدور النهائي طب ما انت لازم يا فروق هو كونفدرالية محترام الناس اللي موجودة للسبب اقول لك الحاجة هو كونفدرالية دي مش قوية يعني بطولها مش قوية خلى بالك لا بس في السنة دي لا هي مش قوية خلى بالك مش نفس المستوى او الامكانيات الموجودة ببرمز ماينفعلش ببرمز الامكانيات دي كلها والاسعار اللي احنا سمعنا دي كلها وكل سنة ابقى نفس الموضوع طب ما انا عايز لك الحاجة طب ما فيه اندية تانية في الدوري موجودة نادي المصر اللي مدعمش او نص المصاريف بتاعته والنادي المصر مثلا التاني الدوري نادي سموه حرابع الدوري طب ما احنا بنتكلم من الناس دي برضاك ما دعمتش لو king trabalEN او الاسعار بتاعة اللايبة دي مش موجودة ببرمز خلي بالك ده ما يجيش 3-4 لعيبة بالاسعار اللي موجودة دي في الدوري الممتاز فاحنا بنتكلم الشخصية تمام موجودة اول حاجة كمدير فني او اتكلم الشخصية بتاعت اللايبة موجودة ازاي الاداء بتاع ازاي مفاتيح الليب بتاعة ازاي الشكل بتاع اللي موجود لازم يكون عندك مدير فني عندك بصمة موجود لو بدي تتفرج على البرمز ايه إيه الحاجة الميزة اللي برامز موجودة؟ مش موجود حاجة قبل كده زي ما أنا كنا بنتكلم مرات اللي كان موجود قبل كده أيام مستشارة ترك الشيخ كان عندك كانو وعندك ناس موجودة كينو كينو وعندك ناس مميازة بشكل كبير يعني عندك لعيبة كبيرة أنا ضابت على نجيريا وأفشك ماشي أنا بكلمك وأفشك بس كان عنده سيستم يا فاروق كان عنده شكل كان عنده مفاتيح لعب أما أنت بتتكلم دلوقتي معلش محترامي برامز ما أي حد ممكن نكسبه كانش حد مركز أي حد ممكن نكسبه فدي نقطة لازم ناس تخلي بالها ده فلاش كده يعني خلي بالك أنت عندك توقع يبقى فيه تخرار بالنسبة المسؤولين أكيد لازم يكون فيه تدخل لازم طبعا انت تتكلم لات الترتيب البرمز الكامل دهت الحداشر فيه أول متوشة مؤجلة بس خلي بالك الدول التاني في الدور الممتازل مصد زي ما أنت شايف النتائج كلها صعبة جدا صعبة صحيح عندك أسوان بيتغلب كان فيه 4 نقطة عن دجلة 5 نقطة عن دجلة اتغلب 3 واحد الاسماعيلي بيكسب 3 سنوحة الإسماعيلي كسب 3 سنوحة اللي هو سموحة اللي هو كان رابع الدوري فهنا عارف الدور التاني ده بقى صعب جدا فأنت مش ضامن بس إحنا بنتكلم السنة دي خلاص من نوع ما مش هيبقى فيه تحسن عن كده هو يجتري يجب يخطط من الشكل الجديد لا يعني وجود الجماهير إن هي تبقى ظهير في ظهر فرية بيرامز وكده قلت لك لا مش شرط يعني هي مش ظهير فقط هي ما بتعملكش ضغط لو مش موجودة الماويل العرب الماويل العرب خد بطولة أفريكا في التمينات وفي التسعينات ما كانش فيه جماهير بالعكس وكانت هي هي الكونفادروليائي بس انت الماويل العرب يا صديق الماويل العرب معروف في اللعيبة بس ظهير لوجود ماويل كان لسه في بداياته ما طول عمر كده اللعيبة اللي في البرامز يعني أحمد فتحي مثلا ورمضان صبحي وعبد الله سعيد عارف ان هم يا فاروق بيبذلوا مجهود أكتر من كانوا بيبذلوا في النادر الاهلي وفي الزمالك سواء علي جبر والنادر بيبذلوا مجهود كبير جدا خلي بالك والله العظيم ما بهرك بيبذلوا مجهود جبار تفرج عليهم في المتشاط هتلاقي رمضان صبحي بيقاتل يعني في أوقات كتير جدا ما كانش أصلا بعمل ده مش أصلا بيدافع كتير جدا في النادر الاهلي ما كانش بيدافع خلاص الموضوع انه لما يبقى عندي ظهير إعلامي وجماهيري قوي كتير جدا بتساعد اللعيب داخل الملعب عشان تبقى فاهم يعني عشان كده هم عملهم مشكلة كبيرة جدا موضوع الجماهير والإعلام انه هو يكون في ظهرهم طيب أنا هرجع لك برضو بالسؤال اللي كنت أسأله لك لانه لازم أطلع فاصل سؤالي الفترة الجاءة البرامز فكرة المقابل المادي الكبير هل ممكن ده يختلف بعيد عن انهم ممكن ياخدوا قرار بالجزء الفني والمدير الفني عشان الأمور تستقر لأن واحد من المشاكل الموجودة هو الأرقام اللي بتسمع داخل نادي بيرامز أو فريق بيرامز والمتفاوتة ما بين اللعبين وبعضهم فبالتالي ده جزء ممكن بس لو أنت حتاك تقدر تجاوبني عليه بعد الفاصل فاصل ومكاملين معكباتي يا فلسطين هيلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء غداً للأتنين أمام نظير ومصر المقصة بملعب السويس الجديدة في إطار منافسات بطولة الدوري بيحتل أبناء القلعة البيضاء صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة من 26 مباراة وبيأتي خلفو نادي المصري برصيد 43 نقطة نادي مصر المقصة في المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة وهتكون المباراة بالنسبة لوسائلية بعد خروجه من كاس مصر على يد الزمالك وخاد الزمالك 17 مباراة أمام مصر المقصة بواقع 15 في الدوري ووحدة في الكاس قبل مباراة غد ونجح الزمالك في تحقيق الانتصارات في 10 مباريات مقابل 6 للمقصة وتعادل وحيد وسجل الزمالك 28 هدف بينما أحرز الفريق الفيومي 18 هدف ونجح الزمالك في الفوز في المباريات السبعة الأخيرة اللي جمعته بمصر المقصة المباراة الأولى اللي جمعت الترفين كانت في عام 2010 وحسمها الزمالك بنتيجة 4-3 وبيرغب الزمالك في مواصلة الزحف نحو الصدارة وحصد اللقب لتعويد الجماهير عن الإخفاق في بطول الدوري أبطال أفريقيا والخروج المبكر منها خاصة وإن لعبي الزمالك تعهدوا على الفوز هذا الموسم بلقب الدوري وكاس مصر ليكون أفضل تعويد للجماهير عن وداع البطولة الإفريقية وحذر المدير الفني للزمالك لعبي فريقه من فريق مصر المقصة إلا هيعمل على خطف المباراة عن طريق تسجيل هدف ثم غلق كافة الطرق اللي هتؤدي لمرمى مشددا على ضرورة إنهاء المباراة لصالح الزمالك مبكرا وعدم الانتظار لنهاية اللقاء مكملين مع حضراتكم كانت سؤالي قبل الفاصل لكبت المحمد صديق يعني هل ممكن فيه تغييرات ممكن تحصل فيه الشكل الإداري وليس مش البوزيشن يعني الشكل الإداري فيه التعامل مع صفقات التعامل مع شراء اللعبين والأرقام اللي كانت ممكن كانت داخل نادي البرامس وعملة مشكلة ما بين اللعبين وبعضها وده اللي كان متاح يعني متاح لنا واللي احنا بنشوفه كابتن صديق ممكن يكون الأرقام كانت سبب من أسباب المشاكل داخل الفريق أرقام من التعاقدات نفسها بص يا فاروق ومبدئيا يعني أنت جميل جدا أن يكون عندك إمكانيات مادية وبشرية وتقدر تنافس بيها الأندية الكبيرة وتقدر تشتري احتياجاتك من لعبة النجوم والهم الصف الأول أو اللعبة الدوليين يعني حاجات كتير جدا بس هو من اللي بشتري يعني هو المفروض المدير الفني بيكتب احتياجاته أو بيعايز احتياجاته بيتفرج على اللعبة اللي بشتريها ما ينفعش لنا كل نادي من الأندية الكبيرة يروح يفوض لعبة لأهل الزمالك أروح بيرامز يروح يجيبه فاهم؟ يعني أنا على معلوماتي أن أسامة جلال ده كان خلاصي راح الأهلي الأهلي الأنبي طالع فلوس كتير فغير وجهته الأنبي يعني لعبة كتير أي فريق بيبقى عايز لأهل الزمالك عايزه يروح بيرامز يروح جاري وراء لا أنت مفروض أنت بيبقى أنت راجل أنت مجلس مستقل أنت عندك إمكانيات مادية كويسة جدا عندك إمكانيات بشرية كويسة جدا تقدر أن أنت تجيب لعبة محترفين على أعلى مستوى تقدر تجيب لعبة احتياجات مش مهم أنه هو يكون نجم ويكون نستار في لعبة كتير على فكرة يمكن أن أنا بتابع المنتز به أبو مسلم بقى لي فترة كتير في لعبة كتيرة جدا كويسة جدا ممكن تلعب طرم أنت ما عندكش سأل في الطموح أن أنت ولا بتاخد دوري ولا بتاخد أفريقيا ولا بتنافس على كاس يعني ما عندكش التارجل دا للسائل ما هو أنا زي عودة وجهة نازل أنا قلتها هو كان في بداية النادي لا في البداية لازم أول خمس سين أو أول أربع سين يبقى لازم أخش الأول بطموح معين أو عشان برش طموح التارجل بتاعك رايب التارجل بتاعك لازم يكون إيه أول خمس سين ماشي ماشي بس أنا لسا جديد سراميكا كيلبطرة عندك البنك الآلي بغض النظر عن الشكل وفي سقف فروق في سقف أو أنا نبص أول حاجة لازم يكون في سقف مادي لا المحلة دا دا حاجة تانية خالص المحلة دي في سقف مادي في سقف في تموحي نفسه اللي أنا ما ينفعش لأنني رايح بالدراع أو بالسدر اللي أنا نازل أخد الدوري من أول سنة لا ما ينفعش لأن فيه أنت بتقابل يعني حتان فيه تاريخ بيلعب معك في الجدول غير الأهل والزمالك فيه ناس تانية كتير جدا فاللي أنت عملته في أول موسم اللي أنت تقدر تنافس في البطولات الإفريقية وتقدر تنافس الدورة شد وبعدين إيه اللي عبت في فرقة كينو ميشي محمد فاروق ميشي أفشا ميشي محمد فاروق موجود أفشا ميشي فيه كوام رئيسي حتى المدافع الإفواري كان مميز جدا والعيب السوري كان مميزين جدا بعدين روحت جبت عملت المشكلة في حراس المرمى يا فاروق خلي بالك مشكلة حراس المرمى في بيرمز برضو عملت مشكلة كبيرة وخدت من تركيزهم شوية شريف ورحمة الشناوية والمهدي واللي حصل بينهم ويمكن شريف بحترمه جدا بصراحة على المستوى الشخصي وراجل بصراحة يعني ما بيغلطش في حد لكن انت عارف لما لعيب يطلع يغلط في زمينه ده يطلع يقول لا أنا المفروض ألعب وفيه واحد أعب فخدت كتير من تركيزهم بصراحة يعني مش عايزين خاصة أن هم ما عنديش ما فيش جمهير ما فيش إعلام بتابعهم ولكن خلت منهم فأعتقد هم لو عندهم فلسفة في الشراء وفي البيعة يا فاروق الفترة اللي جادي ويقدروا يجيبوا العيبة ممكن ما يبقاش أسميها كبيرة طب ها سألك سؤال وترد علي لإسماعيل لما خلت دوري في سنة التسعين يا فاروق ولما خلت دوري برضو في ألفين تسعين ألفين صح ألفين أسماعيل ألفين ألفين لما ما كانش يعني ما كانش فين جهوم ألفين واحد أه ما كانش فين جهوم سوبرستار يعني كان لعبة جابهم من هنا طب أنا هسألك سؤال وبعد كده عايزة نتقل بقى للأهلي دلوقتي ببيرامدز احنا بنتكلم من الجزء المادي تقعه يعني ده كلامك انه لازم يتغير الشكل يختلف اختيار للعابين دلوقتي اللعبة اللي جابها يعني مثلا زي رمضان صبح لما يحب نادي بيرامدز بقى يبيعه هيطلب بنفس المبلغ وأكتر لأن انت مفروض بيجيب لعبة تدفع فيه فلوس كتير عشان تطلب فيه أكتر لما تيجي تبيعه تسوقه اه طبعا ولازم لازم لازم أبيع رمضان اه طبعا هيطلب فيه أكتر اه طبعا لازم تدفع في رمضان صبحي احنا بنتكلم في مصر اكتر من اللي دفعوا بيرامدز بص اقول لك حاجة عشان يبقى صراح برضا فارو مع بعض اه رمضان صبحي وجوده في بيرامدز خضأ كبير جدا مش بكلم عن رمضان بكلم على كل بقى اه اه بكلم على الاحتراف اه علشان أنا يعني أروح المكان يبقى لها فيه تنازل لازم يبقى فيه تنازل عشان أحافظ على المكان اللي وصلها رمضان صبحي بكده عنده حلين والفلوس برضو يعني هي مرتبطة بالفلوس يروح نادي عنده اعلام قوي وعنده جماهير تسنده الفترة اللي فاتت دي الفترة اسف اللي جاية يحترف برة لأن ما فيش حد هيقدر يدفع في مصر غير اه الاهلي والزمالك طبعا وجوده في النادي الاهلي طبعا هيبقى يعني مرفوض يعني انت كده بتقول انه ممكن رمضان صبحي النادي الوفضاء اللي بقى الوحيد اللي يدفع فيه هو الزمالك اه هو الزمالك رمضان ممكن هو الزمالك وبعدين هو ربضان صبحي خلي بالك هي يعني بورصة انت عارف التقلات والموضوع ده لو مستوى السنة اللي فاتت او السنة اللي قبلية كان مستوى وعامل مستوى مميز جدا مع منتخب اللومبي وشوفنا كلنا في البطولة الافرقية كان اكتر ممتاز بعد مشاركته مع النادي الاهلي يعني بعد ما اجيه من من انجلترا اي واشتغل مع النادي الاهلي بشكل كويس النادي الاهلي وقفه على رجله كويس وكان بيلعب مطشاط كويس وبالتالي هو ظهر بالمستوى ده في المنتخب اللومبي لكن دلوقتي انا برضو خلي بالك لما ايجا شهر رمضان صبحي انا باشتري رمضان صبحي اه كابت المنخب اللومبي كل حاجة بس مستوى رمضان صبحي الفاترة فتنازل نازل بشكل كويس يعني بشكل كبير جدا.isiert. ف بتختلف ممكن ادارة بقى تقول لك يعني اعارة سنة سنتين المميا فلوسي بقى سنة ورا سنة. لان في اندية كده يعني عندك عندك باجي عندك باجي معلش معلش عندك باجي فيه بص أقولك حاجة فيه سوق اختيارات في اللعيبة خاصة اللعيبة لما باجي يكون جاي النادي الأهلي وبعدين النادي الأهلي يعني يكتشف أن فيه بعض الأمور هنقول للمدير الفني فيه اختلاف وجهات النظر ماشي فأنا أعيره السنة دي ب600 ألف دولار السنة اللي وراها ممكن أعيره ب600 فالنادي الأهلي ممكن يجيب فلوسه في سنتين تنين وده اللي بنتكلم فيه اللي هو العنصر اللي داري اللي بنتكلم فيه تاني حاجة انت ماينفعش النادي الأهلي بيعرف فيه يعمل ايه نادي الأهلي عارف عارب الزبط بيعرف بسواء بسواء الزبط طبعا فاروق خلي بالك والنادي الأهلي لما حس اللي فيه مدير مثلا لعيب على بلاطة مثلا نتكلم على رمضان صبحي اللي هو ابتدأ يعيز يعلم بالسعر شوية او حمله خلل في موضوع العود لأ بره نادي الأهلي في الحاجات دي ما بيهزرش لأ ده موضوع تين بيكلم في نقطة بسه يا فاروق عشان انت ما انت عارف اللي فاروق اللي هو صديقي بيتكلم فيه الخلل ده كله تحت عنصر واحد مين اللي بيجيب في بيرمز مين اللي عيبة اللي تيجي انا مثلا عملت التارير بتاعي عايز مثلا سير تباك عايز بكراية باكليفت لازم اعرف هتكمل ازاي التارير مين اللي بيتفاوض والتاني حاجة برا الناس شغالة والناس كلها شغالة ومين اللي بيتفاوض على الفلوس بس تاني حاجة بصة فاروق في حاجة اسمها سكاوتينج او معروف اللي هو بيروح بيتابع واحد مثلا خمس ستة شهور سبع شهور هي الموضوع مش عند ده عايز فاروق او شاف الاهلي بيفاوض الفاروق او صديق او الزمالك اجرى اخده ابقى دي فرحة اما انا ممكن مش اصدق يعني ده لسه صغير لاي فعش ما انا بقول لك لاي صغير وعنده فرات وانت صديق ما دفعتش فيه حاجة الدرجة جاية من عندك ما هو ده اللي انا بقول لك عليه انت لما تيجي بقى عندك لعيبة يعني ابراهيم عادل فيه شبهه كتير جدا على الفكرة تحت وخلي بالك وفيه شبهه كتير جدا في قطاعات النشئين مبص يا فاروق مين بقى اللي عنده الجرع انه هو يدفع بالنزل هو العيد لو مش كويس على فكرة بالشكل المطلوب ما كانش داخل مع فريق زي في التوقيت ده بمجوعة العيد يعني انا يعني انا عايز اقول لك حاجة يا فاروق عايز اقول لك حاجة يا فاروق انا بحي بصراحة لجنة الكرة في النادي الاهلي والمسؤولين في النادي الاهلي ان هم ودوا اللعيبة دي كلها انت عارف في سموحة احمد عبدالعادر ولعيبة كتير جدا وفي جونة وفي سراميكا يعني اللعيبة كتير جدا اللعيبة كتير جدا يعني وعبدالمنع في المساك سموحة يعني اللعيبة كتير جدا فانا كنادي انا بسوق لعبتي والمستوى يزيد او المستوى ان هو يرجع تاني والباقي ممكن يتبعه ومبالغ كبير اخذ لبالك طيب خلينا هروح بقى لمطش الاهلي ويعني طبعا النادي الاهلي بيوصل للمبرانة هي للمرة الربعتاشرة كتن ام سلم اخد من الاربعتاشر مرة دي تسع مرة يعني حاجة بسيطة اخفق فيها النادي الاهلي في النهائي وبالتالي دي حاجة طبعا بتتحسب في التاريخ مبارح النادي الاهلي ومكسبه 3-0 بعد قالك يعني الترجي مش هو مش هو الترجي بتاع زمانه وبالتالي النادي الاهلي مكسبه عادي تشوفه عادي لا طبعا يا فاروق خلي بالك نادي الترجي نادي كبير انت بتلعب نادي كبير بس انت بتكلم نادي الاهلي نادي كبير جدا شخصية نادي الأهل بيبان يا فاروق خلي بالك نا بنتكلم في التاسعة إن شاء الله العشرة جاية تبتتكلم شخصية نادي الأهل بيبان إن الماضش اللي هناك أنت شايف التراجي موجود فرقة كبيرة فرقة دي مميزة جدا عندها ممكنات كبيرة جدا يعني الشعبان دي أخذ منهم لقبين قبل كده في البطولة دي سأقول لك منهم لقب يعني بس برضو عشان يبقى متفقين لقب الأمام الوداد حتى الآن أمور مبهمة ما بص يا فاروق نا بنتكلم يعني اللقفة بالله الأخير تبتتكلم في الكرة إحصائيات وأرقام الراجل ناجح بقاله مسك من فرقة من 2018 تمام يعني بقاله مثلا سنتين عارف يشتغل بشكل كويس هو راجل صغير في السن وأصلا عنده لاتي مثلا 40 سنة أو 41 سنة فراجل شاب ما ياخد فرقة زي التراجي كده فرقة كبيرة جدا لو جلنا نتكلم عن نادي الأهلي مبارح هو نادي الأهلي في مطش تونس خلصوا بسبب السيطرة في الجيم شخصية نادي الأهلي موجودة اللي طلوعكم بكت من تحت فرقة بتشغل بشكل مميز جدا عنده أداء ترونية أداء الراجل عمل شكل مميز جدا جلنا نتكلم قاله ديانج السولية أكرم طافيق اللي أنا شايفه من نجوم اللقاء المطشيني اللي هنا أو في تونس باكرايت مميز جدا خلي بالك وإحنا كنا بقى أنا فترة عايزين نتكلم في حتة الباكرايت والباكليفت في نادي الأهلي اللازم يكون عندي احتياط قوي يوضا رشيل أنت بتلعب كذا بطولة فاروق فأنا شايف أكرم طافيق من عناصر مميز جدا كانت موجودة في نادي الأهلي مبارح في المطش اللي هناك والمطش اللي هنا كان بلعب على العيب مميز جدا اللعيب الليبي الموجود محترف في التراجل عند الهوني رعيب مفتاح لعب قوي جدا في البطولة الأفريقية عمل معهم فرق بشكل كبير جدا أكرم طافيق مبارح من ناس المميز عشان أنا عارب في المكان دا لعبت فيه الأطراف البلاك رايت أو البلاك ليفت يبقى عندهم الصعوبة شايفة المطشة دي لو أنت قللت شوية أو مركزتش ممكن يحصل لك مشاكل أو ما نفستش يعني ما نظمتش نفس بتاعك أو اللي أقل بدانية بتاعتك هيبقى عندك مشاكل شايف الند الأهلي مبارح مشاكل مميز جدا بغض النظر عن اللي أول ربع ساعة أو بعد ضربة الجزاء لأ ده طبعا تحس بشكل كبير ده طبيعة فاروق أنت أول ربع ساعة نادي اللي نادي تراجي يضغط عليك ما عندهش أمل تاني هو راجل كده كده بالنسبة له كده 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 ميت فهو كده كده عايز يهاجم بكل خطوطه فكان فاتح الملعب بشكل مميز جدا أول تلاتين دي احنا خوفنا شوية بس انت عارف شخصية نادي لها اللي بيبان الطبيعي بعد ضربة الجزاء المطش تحول بشكل مميز جدا مسيماني شافينه مبارح المطش سهل جدا بالنسبة له بيغير تغيرتين ثلاثة وليد سلمان بيدي له السقة الناس قهربة برضك بينزل عند حسين الشحات بينزل يدي له السقة ويجيبها هداف فأنا شاف مبارح المطش نادي الأهلي فيه ناس بتعايز تقلل النصر أو قيمة المجودة اللي هي لفوز النادي الأهلي لا نادي الأهلي مبارح أنت بتكسف الدور قبل النهائي مش بتكسف وطاني حاجة مع احترام يا فروغ للناس اللي بتكلم انت بتكسف الترجل تونسي ترجل تونسي فيه رأة كبيرة رايح جاي رايح جاي عن ملعبه فأنت بتكلم الفكرة أنا عايز أقول لك بس للتذكرة بس النادي الأهلي في السنة اللي فاتت والنسخة الماضية كسب الوداد راح جاي يعني في الدور قبل النهائي فدي برضو بور شبيهة بالنسخة الماضية بس يا فروغ أنا شايف بس اللي احنا بقى لنا بعد المطش شايف فيه يعني فيه تصرحات وفيه ناس بتتكلم عايز تقلل من نصر الموجود النادي الأهلي أو الناس اللي بتتكلم في النادي الأهلي يعني بتتكلم النادي الأهلي لا اشتغل موجود مبارح اشتغل فنيات فيه فنيات موجودة فيه شخصية موجودة ودريع على كده اللي انت مطش الذهاب هناك اللي هو مطش الترجي هناك شفنا كلنا والناس كلها شافت محمد شينيو قفل دخل لإعلام أو دخلوا ديها واحدة وبعلى كده اللهم خلاص نقفل عشان لإحسا عندنا شوت تاني في مصر دي شخصية النادي الأهلي طول ما انت بتلعف النادي الأهلي يا فاروق هاتف مطالب ببطلات أنا النهاردة مثلا انكسبت النادي الأهلي كسب التسعة من فترة قريبة سبع شروع سبع شروع كسب السوبر قفلنا الصفحة واتخش في طولة أفريق واتخش في طولة أفريق واتخش في طولة أفريق تعالي أقول لحاجة نادي الأهلي مثلا أو لسه كسبان كسبان السوبر لو في مطالب في الدوري الدنيا مش مزبوطة الدنيا هتبقى صعبة جدا لا يوقفة صحيح طب أخذ راكس دي في مطالب برح وفكرة التأهل بمكسب رايح جاي ده وفلسفة المكسب الخارجي بالنسبة نادي الأهلي أنا بقولك السنة اللي فاتت نادي الأهلي كسب الوداد المغربي رايح جاي رايح جاي وبالتالي أنت نسختين أو تتليتين أنت في الدور قبل النايف اللي هو الدور الصعب ده بتكسب فرقة كبيرة وبره وجوه طبعا يعني ألف مبروك طبعا لجمهير النادي الأهلي ومجلس دارته وجهاز الفني على المستوى الرائع اللي ظهروا به في المطالب أمام تراجي يمكن حصلت قبل كده برضو يا فاروق لو تفتكر في 2005 كانت قدام نادي الزمالك كنت أنا موجود في نادي الزمالك في الوقت ده برضو كسبو رايح جاي كان بركات في محمد بركات وكان متعب وابو تريكا المطشين يعني رايح جاي في كلية حربية تلعبت الحيطة السدية اللحمة يحدوش نادي الزمالك نادي الزمالك تحضر أسمن كمان هو كان تحضر أسمن كنت أشوفه طبعا تعرف بقى في صديقك وتبرأقصه كتير وبتعرف كأنه سردباك بيغربة سردباك سوالي بس سوالي سوالي بس متخب منوحنا متخب براح روح دراتي دراتي جولك ده هو باكلفت وأنا سردباك بترقص بتغطي بتغطي برضك بتترقص موما يا أبو مسلم كانش بيرقص والله طيب قول لي بقى كنت بترقص فيه ده ديك من أنت بتعرف ترفع كوسكوائز بتعرف يعني ده بص ده عايزك بتنرضى عايزك بتنرضى عايزك بتنرضى عبلك على تنغك تيجي بجول طوام ده كانت كوسات بتاعتك هاي فنتكلم في نقطة الفنية النقطة الفنية أن الراجل المسلماني مبراطي العودة مبراطي الأسف في الزهاب لعب بشكل متوازن جدا استغل أنا من وجهة نظري فريق تتراجي فريق بيشحط فريق من أول بطولة صراحة يعني فريق عنده شخصية عنده تاريخ عنده بطولات أفريقية بيشارك دايما في أفريقيا ولكن سوء مستوى التراجي السنة دي لا مش هو ده التراجي اللي احنا متعودين عليه ممكن مسيماني لعب على دي عنده مشاكل في خط الدفاع يمكن بدران دوت ومحمد العقوبي وخليل الشمام التلاتة دول مع النجاز بطاق جدا 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 وده النادي اللي أهلي استغلوا في الامبراطي الزهاب وقدر البيانية اللي اتعاملت ومحمد شريف رح جابها جون اتعاملت برضه مبالحة فاروق لطاهر محمد طاهر اي فرقة عايز تكسب التراجي لازم يدعب من العمق لانه هم العمق بتاعهم كان ضعيف جدا نص الملعب بتاعهم كمان انت تلاعب تلاتة دفندرات او تلاتة محاور زي حمدي فتح وديانجا وعمر السولية في نص الملعب ويعملوا استحواس كامل لا مش كامل استحواس تام على نص الملعب اللي بالك الاستحواس بالنسبة النادي الاهلي بسيبك من اول ربع ساعة قبل درب لا انا بكلمك على الزهاب انا بكلمك على مطش الزهاب لا راجل بيفكر راجل ان هو يلعب بتلات محاور وبعدين محمد بن رمضان او بن غيس او كلوبالي التلاتة المفروض ان هم يعني عندهم فترة كبيرة جدا بيلعبوا في المكان ده وكانوا مميزين وشوفناهم في مطشط الزمالك وما كانوا شعالين اوي يعني لولا سوق مستوى نادي الزمالك في الدور وفترات افريقيا في الفترة دي كان ممكن الزمالك سهل جدا ان هو يوصل ولكن اللي حصل انا عايزه لك سؤال فاروق سؤال بجد يعني انت من فاكر التغيير اللي عملوا موين الشعباني في مرات الجزائر وده بلوزداد اه اللي هو نزل حارس مرمى في الديئة واحدة ثمانين ولسه مغلوب اثنين واحد يعني هو بره كده كده ان هو ان هو ينزل حارس مرمى سؤال عزيولك الحاجة بس يا فاروق بس اذن الصديق هو صديق بقول ترجج بيشحط كورة تم الترجج ده ما كسب نادي الزمالك ايوه ما نقولك رايح جاي ده هو رايح جاي انا بكلم بكس بيشحط كورة دي بقى نادي ما عندوش يمعندوش نادي يمكنك ضعيفة مش هو الترجج اللي احنا عارفين يا فاروق ايه مش هو مش هو ده ترجج طب ما هولو ده كنتن برضو ناحة تانية اتغلب من كازور شيفز اللي لسه كان خسران من سندق يعني هي في حاجات في المبارات انا شايف كده انا شايف فغير كده انا شايف لو انت بكارنه بالنادي الآلي بس هو دي وجه لأ شايف لا انا مقارج لا لا انا مقência ان في ملف انا مكلمشего الترجج ضعيف فانت فهمش الكلام غلط انا بقولش مش هو ده الترجج اللي احنا متعودين عليه دايما بشخصيته بقوته لكن انت جايب لي اربعة اربعة في أربعة فنس ضعاف جدا وبطاق جدا وعندهم مشاكل في التمركز تروح بانفراضات فاروق الشوط الأولاني وتجيب فيهم مجاوة وبعدين في نفس الأخطاء تتكرر فيهم وبعدين أنت كل اعتمادك على إيه الرجل المسلماني يقول يعني برفع عليكم ببعا طبعا المصر اللي فات والبلي الزيابة العودة إنه هو لا بص ما تخدش التجاه لواحد أنت دفعت عن وجهة نزك لأنا قلتها لك في الأول وسؤال البعض بيقلل أن مش ده الترجي وإنت قلتلي لا الترجي وصل لدوله أقول لك حاجة فاروق مش أنت مش أنتكلم مش أنا أقول لك حاجة الترجي لو ما كانش عمل توطأ مع الفرقة الجزائرية كان ما كانش هيكمل هو عمل كده على شان عارف أنه هو هيبقى قدام خطبايا الكرة المصرية ففمش هو عايز يبقى قدام واحد بس إنه هو يقابل النادي إياه بس دArthur الأهل ما أنا بقول لك إنه هو يقابل إنه هو بعد كده أيوه ما أقول لك الزمالك وانا بقولك الزمالك حلو لأ الزمالك كان وحش كان وحش لا كان وحش hechadshồi لا لأ كان وحش لا 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 مش هو ده الترجي لا بيشحظ انا من وجهة نظر هو فيه فرق يا فاروق مع bleeding هو وجهة نظر هو وجهة نظر برضه انا نعمق مع الإمكانية و الطموح و إسم النادي الاهلي و شخصيت النادي لا النادي الهلي مع الترجي لأ الفرق كبير والترجي كويس الاهلي.. كان هيكسب.. احنا بنتكلم بس بالنقطة.. في النقطة الطالئة للترجي ووحش لا بقا احنا بنتكلم احنا منشيد بالنس بتعرف احنا منشيد بالعياب بتاعتنا منشيد بالإدارة الترجي يا عام اشيد زي ما انت عايز ولا تشيد 뭐 انت عايز بس انا بقولك مش هو دا الترجي برضو اللي احنا متعوّدين عليه انت بص أبو مسلم انت عايز توصل لنا بفطس الفوز لا انا مش فطس الفوز انا بشيت بالراجل وباركت للجماهير وباركت للمجلس الضارة وباركت لكل الناس والراجل اشتغل كويس جدا على فكرة موسيمان اشتغل كويس جدا وكان مقسم يعني انا مثلا كنت معطار ولكن بقعدي معلومة جاية بس بخصوص كلام صديقي وكلامك انت على الترجي انا معلومة جاية من صديق ليه تونسي ان الترجي كان بيتمنى فعلا النادي الاهلي ميكونش موجود ايوه ايوه دال انا بقولك مش عايز اللعبه انا ومش عايز اللعبه ايوه عشان ايه ايوه عشان عشان حاجات تقيد جدا بس كده لان هو رأيك ده لب نتكلم فيه هو ماشي هو الترجي بيكالم هو فيه صغرات اه فيه صغرات اي فرقة فهو صغرات هفاروق اه بس اه بس ما يبقاش عندي الفرقة كلها تمانين في المائة من الفرقة بالمستضر اخلي بالك الترجي يعني أنت شغال على شريف، أنت شغال على أفشا، شغال على طاهر، شغال على حسين، أنت شغال على مجموعة في نص الملعب لعبة كويسة جدا. لكن أنا كل اعتمادي على محمد بن رمضان وعبدالبسط خالد المهاجم الإفريقي ده وحامد الهوني، وليام توجوي وحامد الهوني، أنت مسيماني عملت إيه؟ اشتغلت بشكل كويس جدا، وفكرت أن أنت تلعب واحد قوي وسريع على حامد الهوني، أكرم طوفيق، واشتغل بشكل كويس جدا، وأجاد، وحمد فاتح في نص الملعب، ولما حصل طرد، أنت سحبت واحد ولعبت أفشا في مكانه، وجبت وزودت جوان، أنا يبص أقول لك حاجة، أنا حقاني، أنا ما بيقولش النادي الأهلي كسب التراجي عشان وعشت، لا، أنت كسبت التراجي عشان اشتغلت وفكرت والجاز وفن كله، مسيماني وسيّ، ومسامي، كل الناس. أنت تستغل الفرص ضعف الفريق لقدامك أو قوته في كتا الحالة، بالضبط، 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 تعتقد أنك بورتغال النهاردة، بورتغال النهاردة خسر، البرتغال خسر من بلجيت، وهولندا خسرت، فأنا بقولك أنت تتكلم، هي كرة كده، فيها أخطاء، وفيها بتشوف تدس الفرق لقدامك، موجود الاسكاوتر الزيجي، ببقى بيستغل الفرص معينة في الفريق والدامة، بس كنا، بس في نقطة عمران مغير، عشان تمام تعارف في النادي الأهلي، القديمة أو جديدة، الطموح وشخصية النادي الأهلي، دي محدش يختلف عليها، فأي جيل هيجي حتى السنة الجاية بعد سنتين بعد مئة سنة، شخصية موجودة، تمام، عم Buchاء بي نبارك للنادي الأهلي، وإن شاء الله likingنا المباراة القادمة، في النهائة هي مباراة من مباراة واحدة أو نهاية من مباراة واحدة، ونتمانю من شاء الله النادي الهي يبقى مركز، ما بقاش غيب عنه اي العيب، عشان زى ما ق LAUなسط ايه كده، انت عنك مجموعة من العيبة تقدر تستغلها، كلهم على مستوى عالي من الفنيات يبقى موجودين في المباراة النهائة، إن شاء الله كلهم بأمر الله وما يبقاش فيه أي إصابات في مباراة الدورة إنه الخوف أنا عندي صراحة من مباراة الدورة يبقى تلاقي إيه لعيبة تصاب النهاردة قال لي سليمان في تمرين تصاب لكن إن شاء الله في المباراة القادمة ما فيش حد يتصاب بأمر الله بالنسبة ليه فرينادي محدش مصاب يعني لا أنا بكلم عنده أربع مباراة في الدورة وبعدين عودة معلول برضو مهم جدا للنادي أهلي وأيمن أشرف والناس اللي كانت قابل بتورة أفريقيا مصابة رجعوا فما فيش طبعا كانت تصدي أنا بشكرك نورتين وشرفتين حبيبي والله ربنا خليك والله مسلم بالراحة لها شوية لا أنا فروط طبعا موظوط سنعك أنت فاروق بس أنا أنت عارف يعني أنا بحبك أنت حبيبي يعني ورحيم بحبك ويجي نتاظرك وده وجي نتاظرك رحيم بحبك وبيسميك إيه حبيبي أبو حاسب حبيبي وسلم نورت شرفت مسلم شكركوا وإن شاء الله بكرة حلقة جديدة نبني مستنون إن شاء الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة